اشتركوا في القناة بمناسبة احتفال الامم المتحدة والعالم اجمع بمرور 75 عاما على تأسيس هذه المنظمة المهمة التي اثبتت خلال السنوات الماضية اهمية التعاون الدولي في معالجة القضايا العالمية الحيوية ومواجهة التحديات السياسية والامنية والاقتصادية والتنموية واشاعة الامن والسلم والازدهار من اجل خير البشرية جمعاء كما اعرب سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني عن تقدير مملكة البحرين للجهود المخلصة التي تبدلها الامم المتحدة مشيدا بالدور البناء الذي تقوم به وكالات الامم المتحدة وهيئاتها في مختلف المجالات والميادين وما تقدمه من دعم ومساندة لدول العالم من اجل تنفيذ خططها وبرامجها التنموية وثمن سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الجهود المخلصة التي تقوم بها مكاتب الامم المتحدة وهيئاتها التي تتخذ من مملكة البحرين مقرا لها والتي برهنت دائما كفاءتها وقدرتها الكبيرة على تقديم المساعدة الفنية الكاملة لكافة الوزرات والهيئات الرسمية في المملكة وأكد سعادة وزير الخارجية أن مملكة البحرين تعلق آمالا كبيرة على دور الامم المتحدة حاضرا ومستقبلا في توفير البيئة العالمية المحفزة لمعالجة القضايا الحيوية لمجتمع عالمي آمن ومستقر ومستهر ونحن في مملكة البحرين نستمد من توجيهات جلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين بتعزيز العمل المشترك والتعاون البناء مع منظمة الأمم المتحدة في تحقيق أهداف الحكومة الموقرة برئاس الصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء وبدعم ومساندة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القادة الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ملتزمين دائما بميثاق الأمم المتحدة وأهدافه السامية ويسرنا أن نعرف عن التقدير للعلاقة الوثيقة بين مملكة البحرين والأمم المتحدة مؤكدين التزامنا بالعمل الجاد والمتواصل والشراكة الدائمة مع الأمم المتحدة ومنظماتها ووكالاتها ومكاتبها والمشاركة الفاعلة لمملكة البحرين في البرامج والمشروعات التي تتبناها التزام مننا بما ينص عليه ميثاق الأمم المتحدة والمبادر الإنسانية النبيلة التي قامت عليها هذه المنظمة ترجمة نانسي قنقر